إذن لبرج العقرب آه أنت رح تكون ماسك أسلحتك وكنك بتدافع عن نفسك يا عقرب في موضوع معين عم بتدافع عن نفسك فيه وعم تنتصر شايفي فيه انتصار في هذا الكرت على شخص كان يمكن من برج مائي أو ناري كنت عم بتتشاكس معه أو فيه هو ظالمك في موضوع معين شايفي انه فيه انتصار على هذا الشخص رح تكون يعني ضغطك هذه الفترة مركزة على أنك تنتصر وفعلا رح تنتصر شوف شكل عام للعقرب عم بشوفك تشتغل كتير يا عقرب عم بتحاول تحفوش مبلغ من المال يمكن عشان تفتح مشروع كنت عم تستنى إلك فترة إنك تفتحه عم بيكون في عندك شوي صعوبة هذا الشهر في جمع المال أو صعوبات مادية يمكن رح ينطلب منك مبالغ مادية هاي الفترة أو رح يصير معاك ممكن شغلة طارئة خلينا نقول تستنفذ مبلغ مبلغ من المال من عندك خلينا نحكي الطاقات قبل ما ننسى بس الطاقات عم بتكون جدي عم بتكون حمل قوس دلو نارية ممكن مائية كتير مائية ترابية عم بشوفك في عندك شوية نقص في المادة أو عم بتعاني هاي الفترة ولكن رح كتير تتغير الأمور شوي نمسك إيدنا لبرج العقرب لأنه شوي المادة رح يكون فيها شوية صعوبات خلينا نحكي قلنا في موضوع أجله أنت كنت والآن صار في أمل كبير كنت معلق أمالك على موضوع معين هذا الموضوع خاص ممكن يكون خلينا نقول السيناريو الأول في العمل في شخص من برج مائي ممكن يكون دلو ممكن يكون أي برج مائي أو ممكن يكون ناري هذا الشخص ممكن يساعدك في أو شراكة في العمل ممكن تفتحه مشروع جديد ممكن هذا الشخص المهم أنه رح يساعدك في موضوع العمل لو كان في عندك شخص بهذا المواصفات في العمل فهو حيساعدك إذا كان موعدك بموضوع معين آآ شايف في أمني عم تتحقق آآ شوي شوي قلتلك آآ تمسك شوي على المادة في أول شهر آآ بعدين رح تجيك وفرة معينة آآ إما يعني من ناحية العمل أو قرب أو أي شي يعني آآ كنت انتظره آآ رح يصير في وفرة شوي شوي ولكن في أول شهر شوي نمسك آآ إيدنا شايفي في أمني عم تتحقق إما في العمل إما في العاطفة آآ عم بتكون آآ في العمل أكتر أنا شايفيتها يمكن اللي ما عنده عمل يمكن آآ هذا الشهر آآ كمان شخص بنفس المواصفات نفس الشخص اللي قلت عليه يعني حيساعد إذا كان عندكم بالعمل أو وعدكم في عمل معين آآ عم بشوف آآ في أطفال هون في آآ في فرصة حمل للناس اللي عم بيستنوا آآ فرصة عمل عقرب يا عقرب آآ عندك طاقة سلبية وآآ يعني لحد الآن أنا آآ مبسوطة إنه ولا برج آآ طلع له هذا الشهر يعني طاقات سلبية بس أنت أول واحد يا برج العقرب للأسف آآ في طاقة سلبية موجودة في آآ إما السحر حسد عين موجود آآ عندك عم بيسبب لك آآ تأخيرات ومشاكل آآ على جميع الأصعدة على جميع الأصعدة شوية تأخيرات شوية آآ عم يفهموك غلط يمكن الناس هاي الفترة آآ ولكن سرعان ما شوي شوي تصبط الأمور وتكون أنت الإمبراطور خلينا نقول أنت المتحكم في الموضوع رح قلت لك في عندك انتصار ولكن من بعد انتظار يعني الانتصار ما رح يجي في أول شهر شوي شوي رح يجي في نهاية الشهر يمكن في آخر أسبوع أو آخر أسبوعين آآ رح تحقق نصر على آآ شخص هذا الشخص ممكن يكون آآ برجه ترابي أو مائي إذا كنت عارف طاقة أو طاقة عارف برجه شايفك عم بت يعني من بعد ما كنت تصرف من بعد ما كنت طبعا صري في العقرب من الناس الكريمين يعني اللي يصرف بدون حساب فشايفيتك آآ بعد ما صرفت مبلغ كبير يمكن عرفاهيات على هاي الأمور عم تمسك إيدك كمان ترجع آخر الشهر فأنا عبوصيك هذا الشهر كل ياتو آآ إنه تمسك إيدك مش بس يعني وتفكر بشكل عام بالمادة بشكل أحسن من هيك لأنه جايفك عم قطعة الرايح والجاية أو عم بتفرق نعطي إحنا وطبعا مطلوب إنه نعطي في هاي الحياة ولكن آآ شوي بتفكير بعقلانية أكتر من آآ نفتح شوي على عاطفة نشوف لمحة عاطفية إذا كنت متزوج إذا كنت متزوج يا برج العقرب فيه بس مشكلة بسيطة ممكن آآ يصير فيها يمكن كلام جارح يمكن آآ أمور هذا في النصف الأول من الشهر ممكن يكون فيها كلام جارح أمور بتطلع لبرة يمكن أسرار العيلة عم تطلع لبرة آآ المهم مشكلة ولكن رح تجتازوها هاي المشكلة من بعدها رح تفكر في إنك تطلق تنفصل إنك تاخد قرار مصيري في هذا الموضوع آآ ولكن سرعان أنا ما عم بشوف بقوم شوي شوي عم بتروء الأمور وعم بتتعلق موضوع الطلاق في إلى لفترة أخرى أو وكأنك عم تنسى الموضوع آآ شايف فيه مصالحات خاصة حكينا للمتزوجين اللي هم بناتهم مشاكل وحتى الأشخاص الثانيين كمان شايف فيه آآ مصالحات آآ شايف فيه مواضيع جدية ممكن تنفتح آآ في هذا الشهر أو هاي الفترة ممكن تمتد كمان لنص نوفمبر يعني مش بس اكتوبر آآ شايف فيه شخص عم برائبكم آآ اللي هو الشريك طبعا فيش غيره فيه مراقبة من جهتك ومن جهته آآ عم بتكون هذا الشخص ازا كان ناري او ازا كان آآ هوائي فهو يعني مية بالمية راجع هذا الشهر وهو اللي رح يرجع آآ كمان الابراج الاخرى يعني الطاقات الاخرى كمان طبعا وارد لانه هذا الكرت جدا ايجابي آآ ولكن انا قلت هذيك الطاقات يعني بنسبة اكبر خلينا نحكي هذا الشخص عم برائبك عم يعني مش ناسيك فيه تواصل روحاني قوي عم بيكون بينك وبينه شايفي فيه علاقة ثلاثية كانت موجودة في الماضي وعم تنتهي الان لانه مائلها وجود كانت موجودة في الشهر الماضي عم بشوفها في هاي الفترة عم تنتهي وعم بتزول مائلها آآ لكن هي هون عم عم تتفرج من بعيد عم تحقد حسد حقد آآ من هذا النوع لكن شايفي انا الامور بشكل العام جدا ممتازة آآ شايفة معجب ممكن يكون من برج آآ ترابي او آآ ناري آآ عم بتطلع من بعيد لبعيد هذا الشهر ممكن انه يتقدم بخطوة خلينا نحكيه ناحية العلاقة هاد الشخص على فكرة آآ قلبه صافي ونيته صافية ازا كان بال بالطاقات اللي انا آآ قلت عليها خلينا نشوف آآ آآ مسج من الحبيب ازا كان بعيد او قريب يعني نشوف ايش حابب انه يقولك مش قادر او من عقل الباطن مسلا مسج كلمة آآ كتير حلو هات المسج وهيك راقي آآ بيقولك انه انا عم بحلم بطفل منك وانتهى بس اكتر من هيك يعني آآ آآ نشوف ازا في تحذير هاد الشهر او حتى بشارة او شي للعقرب آآ المشاكل راح تكون آآ خاصة في العمل آآ انت راح توصل للقمة وراح تنتصر ولكن من بعد شوية صعوبات ومن بعد شوية آآ اللي هم تحديات قلنا فبس نصبر آآ شوي ما نعصب ما ناخد قرارات آآ آآ صادمة سريعة لانه برج العقرب عم يعصب كتير هاي الفترة عم بيكون طاقته نارية مبين من الورق آآ شوي سوري حركت الكاميرا لا طلعلك كتير راح اقرأهم كلهم عفكرة آآ اول شي آآ لا هذا تحذير اكتر ما هو هي نصيحة يعني بس بنصحك آآ بانه تدير بالك من الاصدقاء اللي عاملين حالهم اصدقاؤهم ما اساسا اعداء بحذلك من طاقة سلبية يمكن ظهرت قبل شوية شفناها بسمن ولك اسمع للطرف الآخر يعني ما تقولتلك قبل شوي ما تتسرع بأخذ القرارات اسمع بشكل خليك مصغي مش مستمع يعني بإصغاء استمع ويعني زين الأمور قبل ما تاخد أي قرار بيقولك استمع استمع بس للناس تانين ويمكن معناها انه اسمع اكتر ما تحكي خد اكتر ما تعطي يعني اسمع اسمع وما تحكي اسرارك لحدا قبتم على الأمور ممكن يكون هيك معناها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة